اشتركوا في القناة 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 بهذه الصورة بعد كده بسيخية لنفس البشرية يعني يعني في هذا العالم بيخضعها تحت زوية كلمة يحفظها اي معناها يضع لما انت بتحفظ شيء انت بتضعه تحت حاجة تضعه جوه شيء فهو بيغلف بزوية ففي مرحلة هتعدي فيها من التمرين وانحاط الضياء في بدايات الأسباب بتاعت لماذا المؤمنين بيقعوا؟ لان الشخص مش فاهم التشريح بتاعه فواصل المرحلة فيها انه هو اي فكرة تجيله بيعتقد انها واردة منه وخارجة منه لو درست موضوع البرة تكتشف ان روحك بتنتج فقط الحاجات الصحة لكن ماذا بعد؟ لازم تتمرس في هذا اللي انت عارفه لازم تحطه وضع التنفيذ فهنا بيقول ان حطيت النفس البشرية تحت زوية ازاي عملها؟ هل دي حاجة بامسكها؟ لا انا بفهمها من الكلمة انا بضعها تحت الكلمة انا بضعها تحت مبادئ الكلمة فابتدي اقول انا جوايا داخلي فرح انا عارف هذه المعلومة من الكلمة انا همشي بهذا الفرح حتى لو مش حاسس بي في الخارج الى ان تتمرس على دو بعض الاشخاص برضو بيفتكروا ان ابليس هيصمت ويوقف حرب بعض الناس يقولوا انا ليه بتجيني الافكار دي؟ بتدايقني افتكر المشكلة مش في وجود لصوص وحرامية لكن المشكلة في انك انت اللي مش قافل بيتك صح فبالتالي لن امنع ابليس قريدي لن يمنع لن يكون بنتهم الأرض غير بنهاية الكليسة هتنهي عليه مع يسوع لكن انت محتاج تمشي حريص دون ان تلوث بمبادئه ولا بافكاره فبالتالي هو تلوث بيرمي وبيحاول يشتغل بصورة لكن انت اللي قافل بابك فهنا البوينت ازاي؟ اول ما بحط المبادئ بتاعتي تحت زوية تحت حياة الله في اللحظة دي انا بحفظها انا بحميها جوة زوية اول ما انا برفض مبادئها ومشاعرها قد تشعر بإشمئزاز جست عشان حد جاب سيرت حاجة قدامك او عديت جنب مكان انت فاكر عنه زكريات سلبية او شميت ريحة حاجة افتكرت بها حاجة سلبية ده بيحصل فاوقات انت مشاعرك رس بافاهم كيف تدار في اللحظة دي تجاهل دوا وصوب تفكيرك ده يحدث عبر التمرين ما تتضيقش من نفسك لو لسه مش متمرس فيه اي حد يكون بيدحك عليك لو قالك انه ما عداش فيها من الرجال اللي عمالقة روحية كله عدف ده لتدريبات روحية درياضة روحية فانت في اللحظة دي بتقول لا انا مش همشي بدوا لا يوجد شيء في الارض يكئبني او يفرحني الكلمة هي اللي بتخليك تأب او افرح لان يوجد حاجات في الكلمة تخليك تحزن رب يسوعك تأب على او الشليم وبكى عليها ده اللي ممكن تبكي عليه لكن ان تبكي على حالك ده ليس الامر الصح وشكرا هذا معناه استسلام للارض استسلام للواقع هذا نقطة رقم اثنين السلوك بالصورة البشرية دعني اوضح نقطة في الحتة دي هذا سر هام ايهم اصبق بعض الناس بيعتقدوا بيقولوا لو انا حصيت بمشاعر تجاه شيء او شخص ما عنديش رغبة اشتغل ما عنديش رغبة اذاكر ما عنديش رغبة ان انا اكون بكمل مع جوز دو خلاص انا سيب وروح بيت بابا او هسيب مراتي فيه ناس عندها حتة معينة واقفوا فيها شايفين عندهم رغبة قوية جدا ايه الحل؟ هل اضع هذا؟ عشان بعض الناس بيقولوا انا اضع دوة قدام الرب واقول رب ساعد واقعا هذا ليس الكتاب اوكي حصل دوة في العهد القديم ان كان لما شخص بيعبر في الشيء بيسرد الحالة قدام الرب وكان الرب يعطيه قوة هذا سببه لان كان الرب يتعامل من فوق من السماء مع الانسان اللي في الارض لكن الان اعطي الروح القدس انت في داخلك المساعد لو قفت قدام شخص مثلا شخص شخص مستشفى او عيادة واقف صد الدكتور السينيور الاساسي وقال له سوري معلش انا عايز الدكتور وهو واقف قدامه في لحظة دية في لحظة دية الدكتور سيقول له انت بتهينني ماذا يحصل مؤمنين يطلبوا الرب والرب جواهم لو انت ممتالب روح القدس فليس الحل هو سرد الحالة وليس الحل ان انا اكون بعد اقول المشكلة بتاعتي علشان رب يساعدني فيها تحت مسمى ان انا كده بعرض الحالة قدام الرب يوجد حالات فيها عرض الحالة بصورة كتابية فاعمال اربعة انظر الى تحديداتهم لكن مش معنى كده اني قاعد يقولوا دولا لسه جايين مضطهدين ودولا جايين وشدوا معاهم في الكلام ووصل بهم انهم اضطهدوهم باضطهد شديد ومنعوهم انهم يتكلموا عن اسم يسوع لم يسردوا الحالة كثيرا لكن انظر لتحديداتهم وكانت الكلسة لسه بتندق في الصلاة وقبل كده شرحت ان الحتة حتى في اعمال اربعة فيها بعض الحاجات لسه كانوا بينخلعوا من طريقة العهد القديم لكن خلينا نشوف السورة السليمة اللي بيها ايهما اصبق هل رب يعينني فاعبر من المشكلة ام انا اواجه المشكلة تدوى كتابيا لكي نفهم المبدأ الكتابي افتح معي كرونسوس الثانية واحد وعدد ستة ايهما اصبق ان اطلب من رب ام ان اواجه فتظهر قوة رب احنا واقفين دلاتي في سؤال هل رب بيعينني فاعبر من المشكلة فاقول لا على المشكلة ام انا بقول لا فتظهر قوة رب ايهما اصبق يعني انا اللي باخد رد فعل او انا اللي بتعامل مع الموضوع ام انتظر رب بيديني قوة فا اتعامل مع الموضوع الحتة اللي انا بشرحها دي عاملة ازمة كبيرة قوي في حياة مؤمنين لان الشخص بيقعد مستني وينتظر الناس يصلي له هنا بيقول فان كنا نضطهد نتضايق انا بتكلم عن اضطهد حصله فلاجل تعزياتكم وخلاصكم العامل خلاصكم اي حل المشكلة لفظ خلاص بمعانيها الخمسة العامل في احتمال نفس الالام التي نتقلم بها نحن ايضا ونتعزى في الاجل تعزياتكم خلاصكم العامل في الخلاص كيف يعمل ازاي اشغل خلاص يسوع انقاذ يسوع ازاي اكون بشغله كلمة في نبص على تركيبة الاية دي دعنا نشوفها في ترجمات تانية الخلاص والتعزيات التي تعمل حينما تمارسون الصبر لفظ احتمالي معنى كده حط مبدئ اني انا اقول لا انا ارفضها اذا ايهما اصبق هل رب بيبعت معونا زي العهد القديم فاتحرك في الامر ام انا ايه السبب اني انا اللي بتحرك سبب واحد انت صرت معان بالماضي انت صرت في داخلك القدرة انت في داخلك هذا كل الحلول انت يسوع صار حكمتك هو صار كل شيء اختص باللي انت محتاجه فبالتالي هو بقولك اتصرف اتحرك ده اللي رب عمله مع موسى بعد مراحل من النضوج قال له مالك تصرق الي ففيه حتة المؤمنين وعين فيها ومن هنا بيحدث هزيمة اللي دعي لها فانا بيقول يعمل هذا الخلاص وهذه التعزية تعزياتكم وخلاصكم تعزية يعني التدعيم اللي مش عارف المعاني بتاعتها شرحتها قبل كده تعزية معناها ايه؟ معناها تدعيم محاماة مساعدة ارشاد تقوية كل ما تحتاجه في الموقف يعمل ازاي؟ والخلاص معناها حل المشكلة خلاص بمعانيه الخمسة ايه المعاني الخمسة؟ هو السلام الداخلي انت تريد سلامك كتاب يقولك مارس الصبر الصبر معناها الوقوف على ارضك امام العيال المضادة وليس الصبر معناها يا صبر ايوب اللي الناس كتير استخدمتها انا مقدر ان في بعض الاشخاص بيسمعوا لأول مرة بعض الحاجات فبطر اعيد معاني انا شرحتها او كنت حاطيت في قلبك ان الكلمة هي اللي تغير فيك وهي اللي تصنع هي الوحيدة اللي مسموح لها انها تلعب في مشاعرك هي اللي مسموح لها انها تهتزليها جواك لو انت عملت كده وقفلت كل السماحيات وبقية الرخص اتفرج لو سمعت الوعظة وانت في مواصلاتها تشتعل لو انت سمعت تسبيح لو انت في جو في بيت حواليك مش قادر تقفل قطك في ناس في بيوتها مش قادر يقفل القطة على نفسهم الحل بولوس كان على ظهر السفينة بولوس كان في السجن حواليه ناس مجرمين وكان او قد بقى الدنيا زلقى عادي جدا كان منطلق روحيا ما كانش بينفع يقولهم الجماعة طلعوا برا السجن دواتي انا عايز اصلي شوية هاخد الخلوة كان يحيى في وسط ناس وكان مشتعل ان هي القصة توجيه فكري وحاجة داخلي بيتك لم يعد البيت اللي انت مكتوب في بطاقتك او عايش فيه بيتك هو صار جسدك بيت روحك روحك هي الساكن جوا روحك وروحه القدس لتشتعل بالروح القدس في حياتك لتفهم من يقوم بمواجهة هذا الجسد رب ينتظرك في تعاون عشك انسلكتم بالروح اسلك بالروح هو أن تقول نعم اذا كان الكتاب يقول حاجة هي كده ولا يجدعوا بأي حاجة تحصل ولا يجدعوا بأي أمور استجدت زيادة لأن بعض الناس يعزموا لكي يعزموا أو يحصل معاقف معاكس يقول قلص أنا بغيت الفكرة لأن القصة ليس متفيصلة من جوا ما هذا؟ اهتم بتنشيط روحك عبر الصلاة بألسنة بالكثرة لتكثر من الصلاة بألسنة وفي مرحلة تانية تجدت نفسك وتفكر فيها عادي شرحتها في أحد الوعظات عن استقرارك ومفتاح استقرارك هو ذهنك ندخل على رقم ثلاثة وهي أريد أن أستفيد فيها بكثرة العلاقات والشراكة دعنا نضعها بمبدأ الشراكة لأن هذه مفتوحة أكثر من كلمة علاقات الشراكة يوجد أمور تربطك بينك وما بين العالم احذر أن هذه الروابط توصل لك العالم هنتعامل مع العالم هنتعامل مع أي حالة وأي حد وأي شيء وأي مكان لكن يا ترى هذا الرابط بيوصلني جاست عشان أنا بنجز شيء أم بيوصل في وسطيها حاجات تانية يوجد مشكلة في الحتة دي أول حاجة بيقع فيها المؤمنين إنهم بيتشاركوا يتشارك كلمة شراكة كوانونية أي معناها؟ ليس بس حاجة من طرف واحد هي أخذ وعطاه في فرق ما بين أني أنا باخد ما هو فعلاً هذه الحاجة لكي تتعامل مع محل لكي تشتري منه حاجة سواء تتعامل مع شخص مباشرة أو بالتليفون ما هو سبب التواصل وما هو سبب الرابط لكي أريد أن أشتري حاجة من ذلك ليس طبيعي ليس طبيعي أنك تأخذ منه طباعه ليس طبيعي أنك تعجب بشخصيته التي هي ممكن أن تكون مليانة بأرواح شرية الشراكة أحد أسباب نكست مؤمنين كان مفترض لهم يعيشوا في انتصاد إرجع وإدرس العلاقات باستفادة ستجد أن أدركت حاجات كثيرة في هذه النقطة لكن أنا سريعاً هتكلم عن الشراكة فكرياً قد تكون تتشارك مع أرواح شرية عمال تتكلم معها وإنت مجدرياً أحد الأسئلة لسه جاء لنا جاء لفرقين الخدمة أنه كيف أنا أشعر بأن أنا محتاج أذاكر هذه الأشياء محتاج كل شوية أرجع تاني هذه الأشياء وكل شوية أجد نفسي في أسئلة وكل شوية أجد تفحة أذهب إلى الشرير يجعل الشخص يذاكر يتعامل مع المادة بالصورة تنظّص له المذاكرة ده فكرياً كده ما فيش حد قاعد معه فكرياً ذكرياتك مع أشخاص قد يكونوا انتقلوا قد يكونوا عيشين قد يكونوا جنبك أو في آخر الدنيا في بلد تانية يوجد رابط فكري بيحدث يوجد أشخاص بيرموا من أرواح الشريرة عليك دون أن تدري لا أريد الاستفادة بدول يقول أن الكنيسة تحتاج إلى تسمع الروح القدس أكثر ولو تكلمت عن الروح الشريرة سيتولد إيمان لديك اتجاهه لكن أنا أشرح سريعاً أن يوجد ارتباطات بينك ما بين الناس دون أن تدري تؤثر على حياتك وتجد أن نفسك لم تعد محدد يوجد علاقات بدلاً ما هي تسنن الشخص روحياً وتخليه تكسر ويبقى تلمان وقد يكون دوا مؤثر على أسرتك وعيلتك دون أن تدري يوجد تأثير مباشر بينك ما بين الناس تحت مسؤوليتك سواء في شغل أو في بيت أو حتى لو أنت كنت في حالة روحية رائعة في فترة من الوقت رب وكلك على الشارع ثم المدينة ثم كل بلدك أول ما أنت تسمح بدخول هذا الخطأ في حياتك من شراكة خطأ أنت تؤثر على تحتك أفتع معي يوحانا 17 وهذه نقطة من نقطة الشراكة الفكرية أنت تأخذ من الشخص الذي فوقك روحياً محانا 17 وعدد 19 رب يسعى لأجلهم أقدس أنا ذاتي ما الذي سيحدث نتيجة الدواء ليكونوا أيضاً مقدسين في الحق بمعنى الذي سأفعله سينعكس على الناس التي تتأثر بي أجل إذا كنت شخص معاند طبيعي الناس التي تحتكي سيكونوا معاندين إذا كنت شخص لا متضع ستجد الذين تحتكي بهم ما متضعين إذا كنت شخص لا تحتكي لا يكونوا حارين روحياً حسن يوجد علاقة ليس فقط تختص بك تختص بالناس التي أنت مسؤول عنها إذا كنت شكاك ستجد الشك دخل حياة الناس التي حوالك إذا كانوا مفتحين عليك ليس لازم يكونوا تحتكيك إذا كنت مشتعل ستجد أن نفسك بداية تعطي دور الأخرين وقد يكرهك ناس لأن هناك ناس تكشف أعمالها بسبب النور التي توجدها تتكلم عن ذلك في أفضل فتجد أن نفسك هناك ناس ليس طيقك وأيضاً هناك أسباب ممكن تكون أنت أسلوبك أو خطأ فبالتالي يجب أن نفهم عالم الروح في كل شيء تختص بنا حتى الأمور المادية يوجد حاجات لو أنت اشتريت هذه الحاجة تربط نفسك بعالم شرير مملكة الظلمة يوجد حاجات مربوطة بأمور مادية دعونا نتلع مع بعض شواهد سريعاً لكي نفهم هذه المبادئ من الكلمة أول حاجة الارتباط الفكري يوجد أشخاص في شراكة فكرية يوحنا 8 وهذا يسبب لك تعب وتمشدريان والأمور ليس متفيصلة طول الوقت سألت السؤال بأجواك أوكي لكي يبحث فيه فيما بعد وأنت مش عارف أمتى فيما بعد لم يفصل فيك لم يفصل في هذا السؤال إذا كنت لسه متشكك في أمور كتابية لا يحتاج أن تفصل هذا الأمر لماذا كتاب يوضح؟ دعونا أقرأ معك عدد 38 أنا أتكلم بما رأيت عند أبي سنعرف أن رب كان يصلي هذه الجملة ليست غريبة الغريبة هو اللي جاء أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم أريد أن يضربوا أريد أن يهجموا عليه أريد أن يرجموا فأرح قال لهم ما تعملون هذا ببساطة ما ترى عند أبيكم هم كشعب ليس عبد الشياطين سأتكلم بعد ذلك أن أبوكم هو إبليس سأتكلم هنا أنتم في شراكة مع إبليس والذي تريد أن تعملوا هو شراكة مع إبليس أنتم ببساطة تعملوا ما ترى إذن الأفكار والتخيل شراكة مثل بالضبط شراكة رب يسوع مع الآب يقول أنا أتكلم بما رأيت عند أبي أنتم تعملوا ما رأيتم عند أبيكم يعني هذا الشخص رأى صورة داخل أنه يريد أن يرجم يسوع هذه الصورة لم تكن أتكلم نتيجة أنه متعصب لعقيدة ورأى أن يسوع مهرتق لا لكن أرواح الشرية هذا يوضح رب يسوع كان قادر يميز أن هذه الناس ضحية مسارعاتنا ليست مع دم ولا حم يمكن أن يرى ما وراء الأفعال وهو يرى ما وراء الأفعال وكلماته هو ميز ما بين الكلمات والأفعال هنا يسوع كلماته هي تنفيذ أعمال ما قالهم أنا أتكلم بما رأيت عند أبي معني رب يسوع لا تكلم بس بل صنع معجزات كان بين أن يقول أتكلم وأفعال إذن كلمات يسوع هي أفعال أما أنتم نتيجة تحصيل حاصل أما أنا فصانع الشيء فأنتم تحصيل حاصل أنتم تعملوا الشيء لأنكم من تكلم لكم تعملوا أما أنا فأتكلم فأفعل أشكرا هنا يتكلم عن أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم إذن هناك علاقة فكرية حصلة هم لا يصلوا إلى الإبليس لكي يشاهدوا شيء فيروحوا يعملوها هم وقفين معه حصل هذا الموقف فإذن يوجد علاقة فكرية بينهم بين أرواح الشرير رقم 2 أول شيء شراكة فكرية وأنت لكم شراكة ما بين اللي برعاك روحيا أو إذا كنت أب أسرة أو قائد في عمل إذا قرناها مع بعض في محنة 17 أريد قلناها هي على قدر ما الشخص يقدس نفسه هذا ليس معناه يسوع أنه لم يكن هو ابن الله ليس معناه أن يسوع لم يكن هو الله ذاته هذا ليس معناه كده أنه يقول قدس هنا معناه يقول أخذ أكتر زي بظبط كده بصلي بصلي أكتر وليس معناه أنه كان بيعمل حاجات بشرية أو بيعمل خطيئة لكي بعض الناس تستند على قيات زي كده لكي يتعانوا أن يسوع هو ابن الله هو الله ذاته نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي او اس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك